سيدة السفير مرحبا بك مجددا يعني إلى أي مدى يمكن أن يساهم المنتدى العربي الصيني في تعزيز العلاقات العربية الصينية ما في الشك أنه كل المجتمعين الصين ودول العربية في بكين اليوم في هذه الأيام في خطتهم أنهم يحققوا دفع جديد للعلاقات يرتقوا بمستوى العلاقات أنه يتركوا مجالات جديدة لم يتم ترقاها من قبل أنه يعظموا من المصالح والفوائد التي ستعود على كل طرف من هذه الأطراف سواء الطرف الصيني أو الطرف العربي والدول العربية يعني تعظيم الفوائد والمكاسب من خلال هذه العلاقة التي في عام 2004 لما أنشئ منتدى التعاون العربي الصيني لم تكن بهذا الضخم ويكفي أن نحن نشير إلى أن حجم التبادل التجاري تضاعف حوالي 7-8 مرات خلال العشرين عام الماضية وقيت على هذا بالنسبة لكافة أوجه التعاون الأخرى صحيح يعني كيف يمكن أن يساهم هذا المنتدى تحديدا في هذا التوقيت في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية خاصة القضية الفلسطينية وما تشهد من تطورات مستمر شوف يا فندم بالنسبة لعلاقة الصين والدول العربية بتجمحهم الكثير من ثوابت مواقفهم في السياسة الخارجية لا يوجد تضارب مصالح فيما تعلق بالقضية الفلسطينية هناك تطابق حتى لا أقول أنها تشابه لكن هناك تطابق لو أخذنا البيانات بالتصدر من الجانبين سألاقي أن هناك اتفاق تام على ضرورة السعي لحل جذور مشكلة الشعب الفلسطيني وإنه لن يتبن هذا إلا من خلال مطروحة الدولتين وتأسيسا على حدود رمياني 67 مع النونس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية وحتى خلال هذه الفترة فترة حالية هناك اتفاق تام بين الصين وبين الدول العربية فيما تعلق بالنون الأحداث التي يشهدها قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي توافق في الرؤى؟ مش توافق وهو تطابق في الرؤى الصين والدول العربية ترى أنه يجب وقف إطلاق النهار أنه يجب أن تتاح الفرصة للمنفاوضات بحيث أنه يتم التوصل لتفاهم لوضع نهاية لهذه الحرب العباسية وهذه الإبادة الجماعية التي يمارسها فينا الإسرائيل وأنه يتم ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى الشعب الخلص نعم كل شكر سيادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية ترجمة نانسي قنقر